أكد ممثل وعدد من الأحزاب السياسية أن الحوار الوطني يمثل فرصة ذهبية يجب أن يشارك فيها الجميع تحديداً ولتحديد أولويات العمل الوطني في ظل التحديات التي تحيط بالدولة جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الثانية بالحوار الوطني تحت عنوان استعداد الأحزاب للمشاركة في الحوار الوطني وأعرب الحاضرون عن أملهم في الوصول لبرنامج عمل وطني يعالج كافة القضايا حيث يمثل المشاركون جزءاً من الجماعة الوطنية من خلال البحث عن حلول لكافة قضايا المجتمع وذلك للوصول إلى جمهورية جديدة ترضي كل أطراف وفئات المجتمع